بالوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سألني البارح هذا السائل اللي قال لي عنده وليده أرح يتزوجها ليجوز يعطيله من الربا واني ذكرت له النصوص الشرعية أنه ما يجوزلوش يزوج وليده بالربا وإنما الربا ينفق في مصالح المسلمين العامة مش المصالح الخاصة قال فلان يعني كإصلاح الطريق لجميع الناس يعني مرافق عامة لجميع الناس وحبيت أن أكد على هذا الحديث النبوي الشريف حاولوا تسمعهم له لأنه مهم خاصة الإخواء الموثقين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنى اللعن هو الطرد من رحمة الله يعني مطرود من رحمة الله يوم القيامة لعنى آكل الربا ليأكل الربا يأكل من الربا وليعوذوا بالله وموكله ليوكلوا يقبض الربا يعطيه الفلان هنا يوكلوا بشي لازم يأكلوا من فمو هنا الشريعة تقول موكله لأن غالب ما يحب الإنسان هو الأكل وإنما يلبسه يحوس به يسافر يتاجر به يسكن فيه يدير مسكن من الربا هذه كلها دخل في موكله وشاهديه زود شهود يروه عند الموتق يوتقوا ولا في البلد يوتقوا قال جيب الناس زود شهود هما يشاهدوا على الربا هذه ملعون وكاتبه الموثق السمعوا يا الموثقين الله يرزقكم الحلال وعلى بالي يراكوا بين الجنة والنار وراكوا في محنة وشعال الموتق يسأني يقول له كل من وثق شريبا يتعاقب ملمد بين الموثقين والغرفة أنت حرم والقيادة أنت حرم يديروا دراسة ولا يوم ولا طلب ولا يعني نقاش في هذه المسألة ويخرجوا بنتيجة وعجلتوا إليك ربي لترضى باش تعرفوا الذنب المرابي السمعوا لهذا الحديث وعن عبد الله بن حنظلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم من ربا درهم من ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد أشد من ستين وثلاثين زنية رواه أحمد يعني مصيبة هذا درهم واحد كله واحد زناء ستة وثلاثين مرة وليعوذوا بالله هذا درهم واحد ما بالك ليأكل ربا ويوكل مرته ربا ويوكل ولاده ربا ولذلك بزاف أخواتي يسقسروني النساء تقول لك أو خطبني إنسان يعمل في ربا لا يجوز هذا ما دم يأكل في ربا حيوكل لك ربا واشنو ننبه باللي هنا المقصود ليعمل في ربا أما واحد يخدم في البانكة مثلا هاو خدم في البانكة خدمته يخلص الخدامين هذا ما وش في ربا خدمته في الاستثمار ما وش في ربا خدمته في الادخام ما وش في ربا خدمته في عامل بعيد عن ربا وإنما ليعمل في الربا هذا كلماله حرام ليعوذ بالله سائلة تقول نويت أن أقوم الليل فهل أصلي الوتر إذا ركي ناوية تصلي العيشة ومبعدات ترقدي وتنودي باش تقوم الليل هنا تصلي الشفع الوتر تصلي العيشة وتصلي الشفع الوتر أما إذا ركي ناوية ما ترقديش نقعد فاطنة ما كيش أحد ترقدي يعني تصلي العيشة وتبدأ يتنفل هنا لا لا خلي آخر النافل أنتعك هو الوتر فهمتي ولا ما فهمتيش الله فهمنا حاولوا تفهمه ركي ناوية الرقدي بعد العيشة صلي الشفع والوتر ما كيش ناوية الرقدي صلي قيام الليل صلي ما شأتي من قيام الليل ومبعدها ختميها بالوتر حبي تنبهكم فقط الله فهمنا ويعلمنا إن شاء الله وش معنتها قيام الليل كي الناس يعتقدوا باللي قيام الليل معنتها من العيشة وانتي تصلي أتصلي 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 حتى يؤدن عليك لفجر هذه ولا قدرت لها الله يبارك لكن قيام الليل هي ولو ركعتين زوش ركعت ثلاثة ركعت في الليل هني صلت العيشة هني صلت الشفع هني زوش ركعت هني قمت الليل قيام الليل ماشي معتا استغراق الليل كله كاي النس كان يقوم الليل كله كان يقوم نصفه كان يقوم ثلثه كان يقوم ركعة أو ركعتين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها المهم الدائم على طاعة الله نعم وماذا أفعل إذا نمت ولم أستيقظ إلا بعد صلاة الصبح فهل أقضي الوتر إذا قدت ونطي بعد صلاة الصبح يعني يكونوا في الجامعة صلى والصبح ما دام الشمس ما طلعتش ما دام الشمس ما طلعتش تصلي الوتر الشفع الوتر الافجر والصبح تبعي مليح ما دام الشمس ما طلعتش أنا صليت العيشة وأني رقت ونيتي زعمال نود نقوم الليل الله غالب هذا إنسان وخلق الإنسان وضعيفها رقت بهذه كنية عقية من الليل وربي يعطيني الأجر أنا رقت الداتني عيني حتى فات وقت صلاة الصبح ولكن الشمس ما زال ما طلعتش ما زال الشرق هنا يا واش ندير نصلي الشفع والوتر والافجر والصبح بالعقل بشتفهم آي أنا حسبه الشفع زوج ركعات الوتر ركعة واحدة مع أنتها ثلاثة ركعات الافجر زوج ركعات ثلاثة خمسة والصبح زوج ركعات مع أنتها سبعة ركعات هذه اللي نحبكم تفهموها أحبسوهنا وفهموها إذا فطنت وما زال قيس سبعة ركعات وتطلع الشمس هنا نجيب كلش الشفع الوتر الافجر الصبح الآن لا لا أنا فطنت وبقات غير قيس خمسة ركعات هنا نجيب يعني نجيب الشفع الوتر والصبح الآن نفطنت اركعها وحدة اركعها وحدة وتطلع الشمس ما لا واش نجيب هنا نجيب الوتر ولا نجيب ركعة من الصبح الصبح هو فريضة والويترسون مؤكد هنا نزرب من جيب لا إقامة لولو لو كان نجيب الإقامة يخرج وقت صلات ما لنا نوقف نترضى الله أكبر ونجيب ركعة من الصبح ولو ركعة تانية جي بعد خروج وقت الصلات راني جبتها ومبعدها نقضي الوتر فهمتوها إذن هذا المسألة كعلى سب الترتيب عندك سبعة ركعة 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 كيف أهدير الله يفق هنا ويعلمنا وماذا أفعل إذا نمت ولم أسيقظ إلا بعد صلاة الصبح فهل أقضي الوتر إذا طلعت الشمس الوتر لا يقضى يموت رحمه الله سائل من سعيدة يسأل ما حكم الشرع في الربح عن طريق المسابقات التلفزيونية المسابقة التلفزيونية إذا كان التلفزيون هو اللي يدير الجائزة هو اللي يدير الأسئلة فهنا هذه الجائزة جائزة وإنما يدخل الحلال والحرام من باب الأسئلة مثلا يقلك سؤال لازم تحكف الحرام باش تجاوب هنا حرام إذا نعود قاعدة المسابقة وشنه هي إذا كان الجائزة هذه جائدة ولا تلفزة ولا قناة ولا أي جهة ولا شاركة ولا سوق من الأسواق إذا هو يدير الأسئلة هو يدير الجوائز هنا هي المسابقة جائزة أما إذا كانت الجوائز تشترى من مجموع المشاركات يعني الناس قاعد يشاركوا أنت شارك وانا شارك وانا شارك شو القمار ومن بعد يقبضوا دراهمنا ويشعرنا جائزة الفائز يديها هذا هو القمار فهمتها؟ وبقى مسألة أخرى يعني تتعلق بالآداب وبالمشاركات يعني هذه مسألة ما شيء غير بمجرد أن المؤسسة هي الدير السؤال وهي الدير الجائزة معنة أحلال أي كاين أشياء أخرى تتعلق بهذا المسابقة وإلى حصة قادمة إن شاء الله